وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في التعاون مع مجموعة مرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن وذلك اعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس مجموعة مرسك العالمية للنقل البحري سورنسكو بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حيث استعرض رئيس مرسك مقططة إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجموعة مرسك العالمية للنقل البحري السيد سورنسكو بحضور السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد هاني النادي ممثل المجموعة في مصر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التعاون المشترك مع مجموعة مرسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن وقد وجه السيد الرئيس بالبدء في التعاون مع مجموعة مرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن اعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بالتكامل مع جهود الدولة للتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة وفي ضوء سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى الممر الملاحي لقناة السويس الذي يمثل الشريان الأساسي للتجارة العالمية من جانبه أعرب رئيس مجموعة مرسك العالمية عن تقديره لمسيرة التعاون الممتد مع مصر من خلال هيئة قناة السويس خاصة ما وصلت إليه الهيئة من تطور ومواكبة لأحدث التقنيات الحديثة وما تحقيقه من تطوير وتحديث مستمر لقناة السويس وبنياتها التحتية مما يجعل مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر في المنطقة مستعرضاً مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار والذي سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجموعة مرسك لسيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرية